خبرنا الأخير اليوم وهو خبر فرح الكثير من جمهور القاضي الرحيم هذا هو لقبه هذا القاضي الذي قرع الجرس بعد آخر جلسة علاج إشعاعي أعلن نهاية فترة علاجه وسط تصفيق حار من موظفي المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها فرانك كابريو 88 عاما هو رئيسا للقضاء في محكمة بولاية رود آيلند اشتهر بسبب مراعاته الظروف الإنسانية للمتهمين ودائما كان يجد لهم مبررا عرف بحسه الفكاهي وتعطفه مع الكثيرين تم تشخيصه بإصاباته بسرطان البنكرياس منذ سبعة أشهر وهو الآن ينتهي من العلاج عبر على صفحته على الإنستغرام على حسابه وقال أنا في طريقي بآخر يوم لي في تلقي العلاج الإشعاعي قرعت الجرس وأنا بطريقي إلى أن أعيش أياما سعيدة بعد أن أعطى فرانك الأمل للكثير من الأشخاص وغير حياتهم ها هو الآن يعطي جرعة أمل لمرضى السرطان